هنا يجري أعضاء منتخب الإمارات للرماية مباراة محاكاة تدريبية وبحسب المدرب مايكل بيرت فأن منتخب الإمارات للرماية سيرسل ستة رياضيين للمشاركة في منافسات الفردي والجماعي هذا العام تعد دورة الألعاب الأسيوي في هونجو فرصة لفريقنا لتحصل وستكون أيضاً اختباراً وتحدياً لنا نحن متحمسون حقاً لذلك يتنافس عبدالله الكتبية البالغ من العمر 25 عاماً في دورة الألعاب الأسيوية لأول مرة وفي تجارب المنتخب الوطنية السابقة اجتز الفحص بأداء ممتاز وتم اختياره في النهاية وعلى الرغم من حقيقة أن درجة الحرارة كانت قريبة من 40 درجة مئوية إلا أنه لا يزال يركز بشدة على التدريب نعم هذه أول مرة أزور فيها الصين وأنا متحمس جداً لزيارتها تطلع إلى زيارة الصين ورأية المناظر الطبيعية فيها ورأية بطالة الألعاب الأسيوية والمشاركة فيها تطلع الحظ الميدالي الذهبية إن شاء الله تطلع الحظ المفادي لώνي الذهبية إن شاء الله